الزملاء العزاء الأصدقاء الأحباب الإخوة الأخوات في كل مكان في كل زمان في أي كوكب أرضي أو سمائي حلزوني أو مش حلزوني بنحييكم بكل تحية أنتم بتحبوها وتستمتعوا بمفور الصحة وكامل العافية بالصباح الخير مساء الخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل هذه التحية بنحييكم بها ونتمنى لكم بقامة سعيدة أنا ما كنتم في أي كوكب من الكواكب الأرضية أو السماوية زحلية أو عطاردية إلى آخر إلى آخر طبعاً احنا النهاردة بنتكلم عن الحلقة 21 في سلسلة فطفضة اللي بنتكلم فيها عن بعض المشاكل اللي بتخص المجتمعات وتخصها كذلك الجمعيات العاملة في المجتمعات اليوم هنتكلم على 63 سؤال أو استفسار بين نسأل بهم الزعيم يعني الشاب منكم مصحية الزعيم شاعة الفنان القدير عدل إمام يبقى استريع أنه هو يعرف إحنا بنتكلم عن إيه طبعاً احنا بنشكر زملتنا آية بو زينب علشان عمل الشرائح وإن كان عطل بيني وبينها نقاش حول ما هي وجدوة مثل هذه المحاضرات والناس يعني عايشها في العالم بتاع هتكلم عنها بعدين طبعاً الهدف المحاضرة دي أو الأساس من المحاضرة دي أو الكلمة دي هي سؤال دائم بيجي لنا من كتير جداً من الشباب سواء من سوريا أو من ليبيا أو من اليمن أو من لبنان أو من تركيا أو من السودان أو أي مكان في العالم أو من مصر إلى آخر شباب تائه وبيبحث عن الحقيقة ما بيش إجابة واحدة منطقية بترضي هؤلاء الشباب يختلاف مطالع الفكر عندهم كل واحد فيهم فكره يختلف عن فكر المجموعة التانية فحينما تعدد المسارات الفكرية الفقهية بالذات فتختلف رؤى من داعي العلم والمعرفة اللي بيعلموهم وارتفع نعيق الإعلاميين المنافقين نحن شايفينهم كل يوم تفرض لهم المجالس ويحجب عن الفتية أهل العلم والخبرة والمعرفة ويسجن أو يعاقب أو يعذب أو ينفى أصحاب الرأي وتجف محابر التأثير والاستنباط والاستنتاج من الناس يقول لك إحنا عايشين في وسط أنظمة غاشمة أنظمة ظالمة أنظمة كذا 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 عندهم حق بس أنا بتكلم أن أنا لن أستطيع أن أصف أي نظام غاشم أو كذا إلا إذا مشيت وفق معايير معايير علشان ما حدش يجي يقول أنا مع هذه الكتلة أو ضد هذه الكتلة أنا ليه بخدكم من الصور الأديمة اللي حصلت وموجودة الوقت أبعتلك وبعد كذا على الرابط بعد ما تشوفوا المحاضرة على الفيسبوك دي قرى بنوها السكان اللي بنوا حضرة الإنكا اللي في بيرو في المكسيك وشايفين اللي فيه نظام بديع في بناء هذه القرى يبقى فيه نظام لأن نتكلم في السؤال عن نظام رص الحجارة بناءة الحجارة فوق الجبال ده شيء جميل جدا هم عملوه من أكتر من ألف أو ألفين سنة في هذه المتقل وجم الأسبان سرقوا البلاد ودمروا وعملوا كل الأشياء دي كلها ولأسف وما كانش فيه ذهب إلى آخره لكن هم دمروا الحضارة بتاعة الإنكا ده ما تبقى منه لنظام ودي هنا لما ننظر لهذا هذه الحوائط البديعة البناء عندها فيه بعض الأماكن في معمولة الأحجار بزوايا مختلفة مش خصوص مستقيمة زي ما احنا بنعملها هدلوقتي زي ما احنا شايفين في الصور اللي على الجنب الشمال بالنسبة لي على الجنب اليمين بالنسبة لكم طيب بقى فيه نظام عشان نبني النظام هنا بقى نوعا تاني من النظام اللي هو بناء الحديث وهو بناء يعني شكله يعني مش جذاب جدا مجرد أسمان وأوالب زي بعضها إلى آخر ده النظام لما نرجع مرة أخرى ونتكلم في هذا الموضوع بنقول ايه بنقول ان داخل القرآن في أربع صور بتكلم عن الحيوانات اسمها بيتكلم اسمها اسم حيوانات الأنعام اللي تتكلم بعموميات الأنعام اللي هم كل حيوانات التانية البقرة التالتة النمل التالتة الربعة النح البقرة هو حيوان جميل جدا وهو حيوان جميل بيبنى حوله مجتمع لان انتاج البقرة من الالبان ومن اللحوم ومن الجلود بيجعل القرية كلها السباقين برقرة او جاموسة تبني مجتمع حوله لكن مش البقرة هي اللي بتبني مجتمع لكن لما ننظر للنظام البديع اللي انشأته النملة والنحلة وذكرت في القرآن في صورة كاملة صورة النملة وصورة النحلة لجد انهما ابدع من خلق الله سبحانه وتعالى في خلق هذه الانظمة حتى ربنا سبحانه وتعالى في وادي للنملة بيعيش في معاملوا نفسهم وادي تحت الارض او وديان تحت فاذا اردنا اننا نتفحص مثل هذه المخلوقات الجميلة نجد 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 ايه نجد اننا بيعملوا انظمة وانخلالها بيبنوا مجتمعاته الحوار اللي دار بيني وبين الاستاذة اي ابو زينب كان واضح جدا يعني ايه ما كانش متفاعل اوي ان انا بقول كلام كتير والواقع العملي مؤلم الواقع العملي مؤلم الواقع العملي مؤلم وما حدش هنفس كتير من الكلام دي لكن احنا بنسيب شيء للشباب علشان هم اذا ارادوا انهم يعملوا بحث او تنقيب او تغيير يبقون انهم نضوم نظام بيتبعوه داخل المنهجية بتاع التفكيره ان انا مقدرش احكم على حد قبل ما ايه اضع بعض معايير وفق هذه المعايير اصطيع ان انا احكم عليه انه فاسد او غير فاسد او فاسد او غير فاسد مين هو بقى المسؤول اللي احنا نتكلم عنه ده او من هو الزعيم المسؤول او الزعيم او المسؤول او الزعيم ما بيضع نفسه على قمة المجتمع او المجتمع هو اللي بيعينه لكن هو حينما يوضع او يضع نفسه هيسأله الناس ولابد ان يكون يجيب على كل هذه الاسئلة من اشتار فيها فالمسؤولية مساءلة يعني المسؤول وظفته خدمة السائل المسؤول وظفته خدمة السائل والمسؤول قد يكون ملك او رئيس او امير او وزير او خادم او منظف او غفير فكلهم سواء امام مساءلة المواطن او المجتمع اللي زي ما جاي في الحديث بتاع عبدالله ابن عمر عبدالله عن عمر اللي قال ألا كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته المجتمعات اللي بيخدموه من النقاط اللي انا حصلها ليكم هو تلاتة وستين نقطة علشان ما حدش يجي قولك انت متحيز لفعه ها دون فعه دايما كل مسؤول بيكونه شهر عصر شهر عصر مسؤول مفروض ما يقلش عن سنة تتكشف ليك كل شيء قد تتبدل بعض الناس في بعض المجتمعات في قدال شهر او اتنين او تلاتة لكن في الغالب كل شيء بيتكشف في قدال عام وبعد كده ممكن ايضا تمتد هذه الفترة قمت بتاع السنوات او اخر على حسب نوايا المسؤولة اللي بيحكم او نوايا المسؤولة اللي بتحكم فاحنا مش عايدين هنا يا شباب نحكم على احد وفق اهوائنا ورغباتنا بل ننظر لانجازاتهم من خلال اسئلة عديدة في المجات المختلفة هيا بنا نسأل مثل هذه الاسئلة قبل ان نحكم على احد قبل ان نحكم على احد قبل ان نحكم على احد اول سؤال هو في المجال الاقتصاد فيه 18 سؤال او 18 نقطة اسأل نفسك ما قيمة العمنات الاجنبية بالنسبة للعملة المحلية بتاعتك بطريقة دولية دورية طريقة دورية يعني مثلا كل 3 تشهر كل 6 تشهر الى اخر اسأل نفسك عدد الموظفين اللي عاملين في الوقت اللي هم بيزدادوا لانه فيه فرص عمل بتتاح للناس مواطنين ولا لا قيمة الديون الداخلية الخارجية الديون الداخلية اللي ممكن فيه بعض الوزرات بتاعتد خدمات من هيئات ما بتسددلاش الديون دي كلها ما بتتراها كما الدين تبقى بالمليارات والديون الخارجية اللي عند الدول الخارجية البنك الدولي أو الصندوق النهاية الدولي أو بعض الدول الأخرى قيمة هل بتزداد ولا بتقل تصنيف الدولة عالمياً بين الدول في كافة المجالات. همشي في التفاصيل دي كلها إعصائيات موجودة أمامنا عدد المواني والمصانع والشركات اللي بتنشئها الدولة. بتنشئها الحكومة كل سنة هل هي بتنشئ ولا ما فيش منشئات جديدة أبداً بالنسبة لناها الأقصادية تمدد الرقعة الزراعية وقيماتها الانتاجية. المخازن الصوامع التلاجات اللي بتعملها عشان تخزين المحاصيل الزراعية واللحوم إلى آخر والألبان اللي بتعملها. هل اللي بتعملها ما بتعملش. يعني عشان إيه الانتاج المحلي ده أين هيوخزها هل ناتج المحلي اللي هنا مرتمنية كفاءة ناتج المحلي. هل ناتج المحلي ده كافي لاستهلاك الشعب ولا يابد إن أنا أستورد ومعدل الاستراد بيكون أغلى بكتير جداً من معدل الانتاج مؤشرات نمو الاقتصاد في عندنا اقتصادين دائماً في الدولة أو في البلد. مؤقتصاد رسمي اللي هو بتاع الشركات والجالة الحكومية اللي تدفع ضرائب مباشرةً. أو فيه اقتصاد غير رسمي اللي هو اللي بيساوي حوالي في بعض الدول خمسين أو ستين أو أربعين في المية من اقتصاد الدولة. وده اللي بيكون اللي هو اللي هو العمالة والحرفيات اللي بيشتغلوا بالكاش في ايديهم. هل المؤهل الى اقتصاد الرسمي الغير رسمي بينمو أو بيقله؟ مرتبات الموظفين الحكوميات والموظفين اللي عاملين في قطاع الخاص وقواتها الشرائية من الأسواق المحلية أو من الأسواق الخارجية. أنا باخد مثلاً ألف دولار ألفين دولار ألف جنيه عشرة درهم الأخيرة 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 القوة الشرائية اللي عشرة درهم دلوقتي زي قوة الشرائية عشرة درهم من خمس سنين أو ست سنين ولا أقل ولا أقل معدلات الفساد فيه دوا فيه مؤسسات بتعمل اه دراسات عن معدلات الفساد داخل الدول. هلنمر اتناشر أسعار الحاجيات اللي موجودة وتوفرها في الأسواق الأسواق لحاجات المقاسية زي الدقيق عشان الخبز زي الأرز زي الخضروات زي الألبان زي كل هذه الأشياء اللي الأساسية للمجتمع على الأسواق الشعبية اللي احنا بنعملها كل سنة علشان نخلي فيه عمالة منتظمة غير رسمية تشتغط مثل هذه الأسواق قيمة بترقب المفروضة على المواطنين هلأ والجماعة هذه هي بتعلى ولا بتنزل قدرة المواطنين على التمالك هالمو المواطنين اللي عندي دا دلوقتي يستطيع ان نشتري شقة أو أرض أو عقار ليه ولا مستطعش معدلات العنوصلة الزواج يعني ما بين الشباب والبنات هل يبقى لا بتتجوزوا ولا لا معدلات الطلاق هلأ بتزداد ولا بتقن الشفافية في الإعنان عن ميزانيات ونفقات الجيش والدوارات الأمنية وغيرها مواشرة نحضر هنا 18 مؤشر علشان الإنسان قبل ما يتكلم عن مشكلة اقتصادية أو جائحة اقتصادية يحط دول وبناء على كل واحدة يضع قدامها في انخفاض أو تقدم أو إعلاء ليه مثل هذه المؤشرات ده دوا بناحية الاقتصادية لما 18 18 ايه سؤال المجال الاقتصادي المجال الحريات العامة فيه 13 سؤال حريات العامة معنى ايه؟ عدد معتقلين السياسيين وأصحاب الرأي اللي ما بيخشوا السجون كل يوم أو كل شهر أو كل أسبوع أو كل سنة عددهم بيزداد ولا بيقل عدد السجون والمعتقلات اللي بتبنيها الدولة اللي بتزداد ولا بتقل عدد مؤسسات مجتمع المدني اللي بتسجل كل سنة والنقابات المهنية ومؤسسات حقول إنسان مستقلة وهي بتتناسب مع عدد السكان اللي هم عايشين في الدولة أو في الوطن ولا لا عدد الأحزاب السياسية وهي مستقلة وفعالة ولا لا وهي غير أنها حزاب ورقية كل هذه الأشياء بتديك بتديك مؤشرات على مساحة الحروريات العامة فعالية المجالسة النيابية اللي موجودة في البرلمانات إلى آخرة والتشريعية والقضائية هل هي فعالة مستقلة عن الجهة التنفيذية ولا لا قوة واستقرالية مؤسسات دولة عن الحكومة في مؤسسات دولة في تشريعية وفي قضائية إلى آخرة هل دي بتديرها الحكومة ولا هي بتراخب الحكومة مدنية الدولة وتوفر مساحة الحروريات هل الدولة دي مدنية ولا دولة عمنية ولا دولة عسكرية ولا دولة ديكتاتورية ليحكمها الفرد الواحد والحزب الواحد ما تتدخل الجيوش والقوات المسلحة في شؤون الحياة المدنية يعني هم اللي أصبحوا ويتحولوا من أنهم يحموا الحدود ويحموا الأوطان ويحموا كل شيء لأنهم يتجروا ويبيعوا في كل حاجة في أراضي في عقارات في طرق في أسماك في حليب لبن في كل حاجة هم تتدخلوا في هذه الأشياء ولا نمرة عشرة التعبير على الرأي يعني ايه معنى التعبير على الرأي أنا أنا أكتب حاجة على الفيسبوك أو أكتب حاجة على تويتر أو أكتب حاجة على الإنستجرام إلى آخرة يعني ايه الحدود ايه المعايير اللي أنا أكتب أو أم أكتبش قياس معدلات ايه الإبداع والابتكار والاختراع ما فيش اختراع ولا إبداع ولا ابتكار في ظل عدم موجود حريات مدالية عدم موجود عدم موجود إحنا نسمي إيه عدم موجود بساحة معينة لحريات المواطنين ما فيش مش هيبقى فيه خياس معدلات الإبداع والاختراع والابتكار في كافة المجالات ما ده مصدقية تقضيات السلسل الأعلامية بجينا في التلفزيون بتجينا في الراديو بجينا في الصحافة هل دي لها مصدقية ولا تعتبر دي موجه من موجهات الحكومة المركزية اللي بتحاول تضفي شيء معين أو هالة معينة على الشعب أن الأمور ماشية على ما يرام طبعا أنت الشارع للحكومة والمؤسسات الدولة ومدى قربه أو بعده من المسؤولين هل الشارع ده متفاعل مع المسؤولين أو مش متفاعل مع المسؤولين ده النقطة نمو 13 يبقى يعني عندها 13 نقطة في الحريات العامة و18 نقطة في الاقتصاد يبقى دي 31 نقطة من 63 نقطة طيب الصورة دي اللي أنا سنتها وحطتها على الصفحة عشان الناس تشوفها في بعض الناس قالوا بهلول في اسطنبول وبعض الشباب حطوا نقطة إلى الشارع طبعا ده هو الحاكم أو ده هو هذه الحاكمة اللي هو بيفرض سيطرته وصطوته على البيانة أنا ما عندي مشكلة يكون ذكر أو أنسى كبير في السن أو صغير في السن لكن أنا عندي مشكلة أنه هو في الطرق إدارة مدنية الدولة وده طبعا أحد المناظر اللي أنا عبرت بها عن رؤيتي لشكل الإنسان اللي بيحكم بعض الدول المجال التالي هو المجال الخدمات الاجتماعية ما احنا قلنا خدمات الاقتصادية وقلنا الحريات العامة يبقى فيه المجال عشان نحكمه نحكمه على المسار بتاع المسيرة بتاع الدولة أو الحكومة إلى آخر الخدمات الاجتماعية منها عدد مستشفات بنعمل مستشفات ونبني مستشفات بنبني معامل صحية مع تحليل الآخر، ولا لا الدولة، بتبنيه وتبنيه وتبنيش علاة المدارس والجامعات المحلية اللي بتبنيها الدولة علشان تستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب والمدارس والجامعات المحلية تؤفر وجودة مياه الصريحة للشرب وخدومات الصرف الصحي أسعار المواصلات وجودتها داخل الوطن جودة الطرق بين الأحياء والقرى والمدن قدس الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية كل هذه الأشياء في المجال الاجتماعي الكبيرة جدا ولابد أن نسأل عنها قبل أن نحكم على أي حد أنه هو فاسد أو غير فاسد قدس الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الواطنين إنخفاض أو ارتفاع معدلات الجريمة هل الجريمة دي جريمة جماعية ولا جريمة فردية في مجال معين أو في مجالات مختلفة التوفر المطالبات وحاجات المواطنين زي ما اتكلمت قبل كده في النواحة الاخصدية هل السلع موجودة ومتوفرة للمواطنين ولا لا للأساسية على الأقل للأساسية زي الدواء وزي الخبز وزي الألبان إلى آخر هل الحكومة بتدعم الأسعار دعم الحكومة لأسعار الخدمات والسلع السياة بسلع الواطنة ولا ولا رفعت إدها قد تكون في بعض الدول الفقيرة أو بيسموها دول العالم الثالث لكنها بتعامل مع مواطنيها كأنها دولة عظمى وتنسى أن هذه الدولة العظمى عندها أنظمة للرعاية الاجتماعية مستوى الخدمات المقدمة لكبار السن كبار السن أو أصحاب الإحتياجات الخاص أو اللقاطة والمشاردين أو السبناء والمعاطقين إلى خدمات اللي نقدمهم لهم ودي بردك بتؤثر على مدى قيمة وقامة الخدمات الاجتماعية اللي احنا بنديها للمواطن سواء كان كبير السن أو معاق أو مسجون أو لقيت ومشارد يتيم تصنيف الدولة العالمية مرة ثانية في مجالات الخدمات الاجتماعية المقدمة المواطنية من تعليم والصحة وخدمات صحية ومياه صلحة للشرب وغيرها نمرة اتناشر حماية البيئة قال إحنا عندنا نظام لحماية البيئة والمناخ محافظة على المناخ نظافة المجتمعات كافير وسائل تجميع القمامة كافية تخلص من القمامة وعارف تدورها مرة ثانية أو أخر الحاجات دي كلها هلية موجودة عندنا وماش موجودة عندنا معضيات التلاوث البيئي في الوطن موجودة أو لا لازم يكون في وزارة البيئة تخص مثل هذه الأشياء والخدمات المقدمة للمواطن علشان تقلل من التلاوث البيئي اللي موجود في الوطن إنخفاض أو ارتفاع عن معدلات الحوادث المرية كثير جداً أنا أعرف بعض الأصدقاء والأقارب يعني الواحد اللي قصرت رجليه والتاني اللي قصرت الحب بتاعه والتاني اللي قصرت أبيتها في حوادث يعني تفهى لكنها لأنه كان فيه قواعد المرور مش متبعة في هذه الدولة حماية البيئة والمناخ نظفة المجتمعات توفير وسائل تجميع القمامة كافية التخلص من القمامة وعارف تدورها معدلات تلوث البيئة في الوطن نخفاض أو ارتفاع معدلات الحوادث المرية عدل الموتة كل سنة وأعمار الموتة هل اللي بيموتوا هو فقط هم ناس كبار في السن ولا فيه شباب ولا فيه أطفال إلى آخر معدلات نسب الانتحار هل عندنا نسب الانتحار بتزداد ولا متزددش قد تكون بتزداد لأن فيه أزمة اقتصادية أو بتقل لأن ما فيش أزمة اقتصادية معدلات هجل الشباب والعمال الخارج من المهنيين والعلماء والحرفيين كل هذه السبعتاشر نقطة بتدينا مؤشر آخر عن خدمات الاجتماعية اللي احنا الدائرة اللي بتقدمها للمواطن إذا كانت موجودة قبل ما نحكم على أي أحد يبقى احنا كان عندنا 18 و13 و17 يبقى عندنا 48 سؤال أو معشر أمام الشباب قبل ما بتروا يحكموا على حد المحوى الرابع هو النظام السياسي للدولة إذا فيه 15 سؤال أو 15 نقطة نسأل نفسنا أولاً شخصياً أنا أعطاه 50 مليون مرة عبل كده هو أنا لا أقبل أن تدار أو أن تحكم الدولة من نظار أمني أو نظام عسكري أو نظام دكتاتوري فرد لأن قدسية الرجالات الأمن والوظيفة اللي هما بيقوموا بها عشان يحمل مواطن من الجريمة وقدسية الوظيفة اللي تقوم بها رجالات الجيش يحمل بلاد والوطن من الخارج تعلو بكثير جداً على قدسية التجارة في السمك والجنبري والخضروات وبعض الأراضي والشياء الأواضي حقاً لكم الله لما قد يشغل بعض الناس تشغل نفسها بها لكسب سريع ولا يقوم بمهام وظيفتهم المقدسة فأنا لا نقبل للدولة أن تصبح أمنية أو عسكرية أو أوتوكوراتية فهذه الدول غالبة من أن تصبح دولاً طمعية لا يتمتع مواطنيها بقدر كافة الحرية المدنية دي قاعدة بالنسبة لنا نقوم بها طب في النظام السياسي للدولة نسأل عن إيه عدل الأحزام السياسية مرة أخرى ولا هي مستقلة وهي فعالة ولا لا اتنين هل مؤسسات الدولة مستقلة عن إيه عن الحكومة التنفيذية ولا لا ولا رئيس الوزرع أو رئيس الجمهورية هو المتسلط على إدارة مثل هذه الجهات المؤسسات الدولة نفسها مستوى تطبيق المعايير اللي احنا نتكلم عنها الشفافية المعيارية المرجعية المحاسبية المسؤولين هل المسؤولين بيتطبيقوا أولا لا من أين كان فيه زمان قواني اسمه من أين لك هذا ما بتخش في الوزارة بيشوفه عندك إيه لما تخل الموزارة بيشوفه إيه كسبت إيه أو ما تكسبش إيه الفكرية ثقافية ونوع القيم اللي مفروض انت سمعها وتشوفها في الدوارة العالمية الأعمال الأدبية بتحتكرها دول النشر بتحتكرها الإنتاج السينمائي بتحتكرها الصحافة وأنواع الفنون هل فيه جهات سيادية هي فقط اللي بتكون تحتكر هذا الإنتاج الضخم من أبناء الوطن المبدعين ولا لا مين اللي بيدير البلاد؟ اسأل سؤالك نفسك سيادة هل هم ناس متخصصين؟ طيب أنا قلت أنا برفض ليه إن العسكريين أو الأمنيين يديروا مؤسسات مدنيين ده مش مجالهم مش مجالهم على الإطلاق ولن يكون مجالهم حتى ولو أهلناهم لأنهم عندهم وظيفة مقدسة لحماية المواطنة وحماية الوطن نفسه وده أعلى قدسية من أنهم يبيعوا بتنجانة وبيعوا جرجير وبيعوا الآخر فمن هو القيمية على دارة شؤون البلاد؟ هل هم من المتخصصين في مجالات أعمال وزارتهم الخدمية؟ هل هم فقط من المقربين للرئاسة؟ هل هم من فصيل واحد فقط؟ ممكن يكون فصيل ده أمني عسكري حزبي ديني عرقي يعني زي ما تقوله حزبي إلى آخره؟ هل تتحقق فيهم التعددية والحرفية والمهنية والتمايز؟ تقبلك؟ والإثنات المختلفة وغير ذلك من معايير القادرين فإحنا بنبص الحاجات دي كلها قبل ما ننزل بنحط الحاجات دي زي ما تقوله إنها دي كلها المعايير اللي إحنا بنتكلم عنها قبل ما نحكم على حد هل الدولة بتؤمن بالتعذية ولا لا؟ والنظام الفرض والحزب الواحد والجماعة الوحدة والتوجه الواحد لماذا اختفت أو حجبت أجياء من المبدعين؟ كان هناك مبدعين في المبدعين في المجتمعات اللي قد نختفوا إما أنهم سكتوا وبطولوا يتكلموا أو أنهم سفروا من البلاد هل توجد فجوة بين الرئاسة والحكومة والمجتمعات اللي بتخدمها؟ ولا لا لأن هذه الفجوة لا يوجد فجوة لا يوجد فجوة لا يوجد تواصل لا يوجد تواصل الاخر الخطاب السياسي اللي بيطلع في الإعلام هل هو موجه؟ وموجه؟ يوجه؟ توجه واحد ولا لا؟ الخطاب ده اتفقت عليه القوى البرلمانية وافقت عليه كسياسة أم هو مجرد رأي شخص معين رأي فصيل معين أو رأي توجه مجموعة معينة فقط أو هو الخطاب بيجمع قوى الشعب مع بعضها نعم الـ 11 طبقات اللي فيه مجتمع كنا نحن زمان وإحنا صغيرين كنا عارفين إن فيه طبقة من الفقراء المعدمين وطبقة من الفقراء وطبقة من اللي هو يعني بيسموها يعني المتوسطة بين الطبقة الميسورين والطبقة الخامسة بتبقى الطبقة الأغنياء والأرستقراطية تحوات الخمس طبقات دول إلي طبقتين فقط طبقة الفقراء اللي هما الخدام وطبقة الأغنياء اللي هما المخدمين اللي هما صفت المجتمعات اللي هما أصبحوا كان فيه زمان عبد الناصر بيتكلم عن موضوع اسمه معادلة النصف المية للإقطاعين جاءت فيه نفس المعادلة ببعض الدول كتيرة جداً من المليار ديريين أو التريليونيين من أبناء الأمة العربية والإسلامية لما تبقى فيه طبقة خادمة والغربية العظمة من أبناء الوطن وطبقة مخدمة في الأقلية القليلة من صفت المجتمعات من أجل حفلة الدولارات زي الأصور زي إذا الأراضي والمنشآت والأثار والتاريخ والقصور والأشعار والأفلام والأنهار والحدود والبحار والطرق والكبالي والأنفاق والحضائق والجزر والغابات والفنون والأثلام والثقافات والعلوم والإبداع والأفكار حتى المواطنين حتى الأجيار وتاريخهم وغير زيك من أصول قال دي سياسة الدولة أنا تبيع كل حاجة تبيع كل حاجة وتهدم كل حاجة ولا عندها سياسة دانية إن ما ترطاش هاي إزاي بنقاش الدستور ها وإزاي بنحط الدستور هاي الدستور ده وجهة نظر فصيل واحد أو شخص واحد أو مجموعة واحدة أو اللي هو الشعب كله بيقول لي فيه بدلو لما نبص بقى العائلات المسؤولين هنا وهناك كذلك زي ما كان سيدنا عمر سؤل عن أولاده وهو سؤل عن الجلبابين اللي كان لابسهم في وقت من الأوقات وقاب ابنه عشان يشهد في أمام الناس في المسجد أين يعمل أبناء المسؤولين وما هي قيمة حقها للمدخلهم يعني كنا شايفين أن بعض أبناء المسؤولين كانوا بيحسبوا على الدرهم والدينار وأبناء المسؤولين آخرين ورثوا من آباءهم اللي كانوا رؤساء وكانوا كذا وكانوا وزراء مليارات أين أتتهم مثل هذه الأموال نمنا 15 اللي هي ازدياد أو انخفاض معدلات الهجرة للخارج سواء كانت هجرة اقتصادية أو هجرة سياسية أو هجرة تعليمية إلى آخرين وغير ذلك من أسئلك في الجدنة نحن كلا بالتالي حطينا حوالي 63 نقطة لكم يا شباب علشان تسألوا الناس عن دخول أنا بس قبل مبدأ رسالتي إلى الشباب كمتين وقتين أنا نسيت أتكلم عنهم النقطة الأولية هي الفيضانات اللي حصلة في عمان السلطنة عمان ربنا يرفع البلاء والغم والهم عنهم وينجيهم من هذه الجائحة إن شاء الله النقطة التانية أن أمس كان يوم المعلم وطبعا لابد أن نحتفل به كل يوم لأن من غير المعلم مفيش علم من غير المعلم مفيش علماء من غير المعلم مفيش راديين من غير المعلم مفيش مزارعين من غير المعلم مفيش عمال من غير المعلم مفيش وطن متعلم لمرة اثنين لمرة ثلاثة احنا بنتكلم عن اللي مازال بيحدث للأقلية المسلمة في الهند من الجماعات المتطرفة اللي هي الراديكالز او الجماعات المسلحة او الجماعات الارهابية او الجماعات السلامية الاخيرة في مثل هذه البلاد خاصة في منطقة اسمها اسام في الهند وفي نفس الوقت ما زلنا بنتكلم عن ماذا يحدث للأقلية المسلمة من اليجور اللي موجودة في الصين كذلك وفصل الرجال عن النساء وكل ما يحدث لهم في مثل هذه المناطق ايضا والعيذ بالله وكذلك ما يحدث للتهجير المسلمي الروهينجا من اركان بورما عن طريق وهكذا ما يحدث كذلك للمواطنين في كونغو الديمقراطية وإلى آخر إلى آخر سواءتيذا كانت من خلفية اسلمية أو من خلفية اسلمية بسبب ، لأن هناك الشمال زي ما نتكلمت أو عند اليوغور زي ما نتكلمت طيب رسالتي بقى لأشياء ايه عشان نفتكر هتنا الأمور دي كلها هتكون أكثر منهجية من دي قبل حاول فيها بعض الآيات القرآنية كثيرة جدا يعني تزيب ديني وعن تزيب القرآن يعني وهو طبعا منهج عشان بيكون مؤطر لصبر الحياة كثيرة جدا نتعمى عن موضوع من أكثر موضوع تعقيدا وحصية فضعونا نطفل أول حاجة ما ادخل رسالتي لكم يا شاب نمر واحد الأخذ بالأسباب زي ما جات في صورة أعتقد طاها ويسل لي أمري ها يسل لي أمري قال لربنا يسل لي أمري إزاي بقى يسلني موسى ما كان مقدرش يتكلم يعني بسرعة كده فقال لربنا يديله أخوه عشان يساعده ويدخر يكلم فرعون ويسل لي أمري واحد العقدة من الثانية في قول قولي ويجعل لي وزيئة من أهني هارون الأخي أجد به أزري وأشركه في أمري كان يسبحك كثيرا مسكوك كثيرا إنك كنت أبينا مصيرا وربنا تأخذ بالأسباب إداله أخوه هارون نمر اثنين أدب الحوار مع المتحدث مع المتحدث مع المتحدث تتكلمه ربنا لما قال لهم خشوا كلموا فرعون وإنتم تخش تتكلم أي حد قول له قولا لأنه يتذكر أو أن يخش دي نمر اثنين أدب الحوار حديث مع أحد معين الخالق تعلم تماما لأن خالق معك إنك ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إيه لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى دي نمر ثلاثة دي نمر ربعة رسالة الموضوع المطروح لنقاش ده أنت أخذ تتكلم معه في إيه دي نمر ربعة في إيه فدخل عليه سيدنا موسى قال له إنه قد أوحي إلينا أن العذب على ما نكذب وهو تولى يعني إحنا عندنا وحي من ربنا دي بصدتنا تسمع فلا نسمعش نمر ربعة نمر خمسة اللي هو منهاجية حجة الحوار اللي هي فيها إيه فلما سأله فرعون بقى عن أشياء كترة جدا فبدأ يرد عليه سيدنا موسى يقول له قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا والأصل في كل شيء فسألوا تاني فرعون ما بالخل نقوله قال ألمو عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى اللي هو بقى إيه الحجة الذي جعل لكم الأرض مهدا وساكل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماءا وأخرجنا به أزواجا من نبات شتا شايف الحاجات دي كلها دي حجة كلوا ورعوا أنعمكم إن في ذلك الآيات اللي قولوا النهار منها خلقناكم وفيها نعودكم ومنها نخرجوا دي منهاجية وحجة الحوار مع فرعون من سيدنا موسى عليه السلام نمرة ستة لما احتدم النقاش ما بين فرعون وبين موسى كان ننتقل لمرحلة أخرى ففرعون اتدايق قال يعني أجئتنا يا تخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى أنت عادي جاء تسحر عننا ها فعلا أنا أتيانا أنا هعيجب لك سحر فعلا أنا أتيانا بسحر مثله واجعل بيننا وبعناك يا موعدا لا نخلفه أنت نحن ولا أنت أنا خلص أنت تعمل فيها سحر أنا هجيب لك سحر ونقف مع بعض قدام الناس مكانا سور فسيدنا موسى قال له قال أمعدكم يا موزينة وأن يحشر الناس الناس وضع فتولى فرعون راح بقى فرعون وجب بقى كل سحر تعالوا 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 أنتم عشان تقفوا قدام موسى فجامع كده ثم أتى فسيدنا موسى بقى جاء تكلمهم قال لهم وإلاكم لا تفتروا ألا أنتم تضيوش على ربنا فسحيتكم بعذاب وقد برضا بعملهم بالحجة فبدأوا تناقشوا مع بعضهم يعني علشان وكلهم بعضهم سرا فقد رجعوا في الآخر قالوا لا ده موسى وأخوه هارون ساحران يريدون أخجاجكم من أرضكم بسحرانها ولا بتقوم نص لا لازم ايه تجمع عمركم وكيدكم ثم توحدوا نفسكم علشان تغلبوا موسى وأخوه ثم أتوا صفها وقد أفتح ليها ومن استعلا قالوا لموسى يا موسى إما أن تلقوا إما أنكونا أم ده بقى المواجهة المساعدين مسألهم إلقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخلوا لهم من سحرهم أنها تسعين زهبوا بقى الحبال والعصي كده بلف كده وصحروا أعين الناس فتكروا أنها إيه حيا فسيدنا موسى خاف أوجد نفسي خيفة موسى قلنا لا تغف إنك أنت العاد تتخافش يا موسى قلنا بعد معاية الله مرة تنين ولقى ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيده ساحل وليف له ساحل صرق ثمان العصايا بتاعته فأصبحت حية حقيقية وبتلعت كل ما أرموه فإيه فقالوا إيه فألقي ساحل سجدن قالوا أمنا برب هرون واموسى فده كان إيه المواجهة أمام الناس وأن يحشر الناس يبقى فيه كم نقطة إحنا كلمنا عنها في الحوار الأخذ بالأسباب أداب الحوار معاية الخالق رسالة الموضوع منهجية حق الحوار وبعدين احتدام النقاش والاستعداد المواجه سبع نقاط سبع نقاط في الحوار وبعدين في بعض كده العقابة الجماعية بعد كده بقى لما هم ربنا أمر موسى وبني السنم يهجروا ويخرجوا من ويعدوا البحر قدام قد سيدنا موسى القدر أنه يشق البحر وعشان يعدوا كلهم قبل ما يروحوا هناك فرعون بقى ثبعا زعل زعل في إيه إن هم إزاي هم يأمنوا بموسى برب موسى من غير ما يأخذوا إذن منهم قالوا نأثرك على ما جاءنا من بيانات ولد فطرنا فقط ما أنتقادي إنما تقضي هذه الحد الدنيا إن أمننا بربنا ليغفر لنا خطيانا وما أكرهتنا عليهم من السحر والله خير وأبقى إنهم يأتي ربهم الجزما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا إلى آخر آخر نقطة بقى النصر الليل وفو العبور البحر زي ما ربنا سبحانه وتعالى أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فضل بهم صليقا في البحر يبسا لا تخافوا طلقا ولا تخشا فأدبعهم فرعون بجنودين وغشياهم من اليم ما غشياهم في الحوار ثم عقبة الحوار من عقاب وثور لا بالنسبة للمدخل النقطة الثانية إنه نابد أي خبر يجلنا شباب نتحقق منه يا وردنا منه إن جاءكم فاسقكم بنابئ فتبينه أن تصيبوا قاما بجهات وتصبحوا على ما فعلتم بنادي منك النقطة الثالثة يعطوا المسؤول فرصة لعمل والإنتاج حتى وأن كنتم مختلفين معه فرد ثم اسألوا عن إنجازاته أو إخفاقاته وليس تتبعوا الهوى والذنود يعني لا دون تكون متحققين من إيه من اللي أنتو بتتكلموا عنه النقطة الرابعة لتنشر على صفحتكم الإلكترونية ما لم يكن موثقة وحقيقية يعني كل شيء يكون على الصفحة الإلكترونية هي حقيقية النقطة الخامسة العمل الفردي لن يجدي من كان مصدين لهم من نجوم المجتمع ولكن اهتموا بالعمل المؤسسي المبني على البعوث والحقائق والأرقام نقطة السادسة في التعامل مع مثل هذه الزوائح مع المسؤولين حولوا المواظرات بتاعتكم إلى مؤسسات وإلى جمعيات وإلى كتل وإلى منتديات إلى جمعيات ومؤسسات وملاكس دراسات وملاكس دراسات وملاكس فكرية لتصبح قادرة على صناعة ثقافات مجتمعية بجيدة ورفع الوعي لمجتمع لدى المواطنين خاصة في المجتمعات العشوائية بلايه في المجتمعات العشوائية بقى وأنا ذكرتها بالذات المجتمعات العشوائية نمرة واحد المجتمعات العشوائية هي المجتمعات العشد فقراً والأكثر تضرراً من قلية الخدمات والأشد تزرزاً بالمواطنين والأكثر النسباً في معدلات البطار للأسف يعني وإتي قد تكون الأكثر في انتشار الأمراض المجتمعية وارتفاع معدلات الجريمة وهي الأولى التي تستخطبها تستخطبها قوة الشر لتجنيد بعض أفرادها وكذلك بعض الرجالات الأمن الفسدة في ابتزاز بعض أفرادها لإنصاق التهم بالأبرياء المواطنين كل حاجات دي كلها بنتكلم عن اللي هو ست نقطة الأولى في مواجهة كيف نحكم على الحاكم وكيف نحاول الحاكم إلى آخر يعني هنا مش باشتم في العشوائيات أبداً بالعكس أو بانتقد من أهلنا اللي عايشين فيها أبداً بالعكس أنا بأقدح في الظروف اللي تصنعها لهم الفسدة من المسؤولين فأصبحوا يعيشوا في مثل هذه المجتمعات الصعبة وأصبحوا في متناول الشبكات الإجرامية والتخريبية المختلفة دي نمر ستة نمر سبعة لا تلقوا المظاهرات فكثيراً ما يندسب أن أصفوف المتظاهرين عملاء من الأمن أو غيرهم أعداء الإصلاحات الاجتماعية وأعداء الجماعات التخليبية ولكن إذا كان الأمر ملحاً فاستبدروا تظهروا بالإضراب العام وراء السماس السلمي لما تمانية لا تصبوا أو تلعنوا أو تستهزئوا أو تكشفوا عورات عائلات المسؤولين ما لهمش لاعون خاصة النساء منهم على الملأ بل إن كان الأمر هكذا ترفع هذه الحقائق إلى المسؤولين من القبار والمحقين نمر تسعة أقيموا الشركات وقتل مجتمعية مثلاً عن بطلاتكم كي تستطيع أن تكون مجموعات ضغط على المسؤولين لتصبيق معي الحوكمة الرشيدة وقت منها الشفافية والمعيارية والمحاسبية والمرجعية المسألة والنزاهة المالية والإدارية دي تسعة نقط في مواجهة المسؤول معرفة الأخطاء بتاعته والنقاش معه نمر عشرة لا تستعملوا وسيلة واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي والوسائل لا استعملوا كل وسائل بل استعملوا حتى الوسائل التقدير القديمة لكن بيستعملها للأباء والأجداد كي تستطيعوا الوصول إلى قدر الكافي من أبناء المجتمعات المتمتعين بثقافات وقيم مختلفة ولهم أعمار مختلفة تحكمها ثقافات وقيم مختلفة وعادات مختلفة خاصة من أجيال المتقاعدين وقبار السن وإذن مسؤول جزءاً لا يستهان به من شريحة الأغلبية الصاملة لنمر عشرة مش كلها سوشيال ميديا فقط لا فيها كترع تخلصية وقفة لنمر 11 لابد دايماً نرجع النواية بتاعتنا بصفة دايماً مستمرة ونسأل أنفسنا هذه الأسئلة أمس أو 6 أسئلة أول حاجة من أجل من من أقوم بي هل هو من أجل مصلحة شخصية بكسب مغنم مادي أو معنوي هل هو حقد شخصي مني أنا شخصياً وبغض فكرة على مسؤول بعينه كان وزير أو وكيل وزارة أو رئيس جمهورية هو حقد مني أنا شخصي فيه طائر فيه طائر بيني وبينه هل هو نصر لفكرة أنا وفكرة جماعتي وفكرة حزبي فكرة ديني أو مذهبي أو حزب السياسي آخر هل هو نصر للفقراء وبناء المجتمعات وتعزيز وتقليل المواسطات وسباب مبادئ الحرية والعادلة الاجتماعية ومسابة لأبناء أنا شخص واحد هو إيه يعني أنا أنا ليه بأباد عب نفسي وقرق عمل الحاجات دي كلها هل هو بتغمر رضاة الله سبحانه وتعالى ولا رجل منهم جزاء ولا شكور عليكم يا شباب لكم تحددوا البصلة بتاعة النية بتاعتكم كل يوم ما تقع لها نسبة أعين لكم أبدا إن العام الاجتماعي الذي تخاطر عليه الأفراد والمؤسسات والجماعات الدينية والجماعات المسلحة والأحزاب السياسية والقتل الاقتصادية والدول والذي قد تقام من أجله الحروب الحروب بتعمل إبقى تدمر الأوطان تقتل المواطنين تشرد العائلات تضيع بداخلها كامة الإنسان تمحى من سجلاتها التواريخ والنهضات والحضرات تزال من ذكاتها القيم والأخلاقات والثقافات تتغير في دماء أبنائها الجينات وتنتج لنا إنسان آخر الزمان احنا شايفينهم دلوقتي بيمشوا في الشوارع إنسان آخر الزمان لا شخصية ولا قيم ولا أخلاق ولا دين لهم ولا دين لها هذا يحدث من قراء الحروب التقليدية أو البيولوجية أو الكاموية أو النهوية لسي تفرض علينا إننا تقن من قبل أما إن كنتوا منتوا أصحاب السلطة مسؤولين فاعلموا أنكم ستكونون أول المسائلين عن من كانوا تحت رعاياتكم فكلكم راين وكلكم مسؤولون عن رعياتي أتدرون معنى كلمة رعياتي تحت إيتكم إذا فلنت أصبحت وزير أصبحت وزيرة أصبحت أمير أصبحت شيخ قبيلة أصبحت الإيس جمهورية أصبحت مدير مؤسسة إلى آخر من هي الرعية؟ الرعية هنا في المجتمع هي من البشر والطير والحيوان والأسماك والحشرات والهوام والمياه والبحار والأنهار والمناخ والمقدرات والأصول والثروات أنتو مسؤولين عنها وكذلك كنت مسؤولين عن وضع البرامج الصالحة لها والمحافظة على استمرار بقاء كأنونتها هذه هما هؤلاء هم الرعاية هذين ستكفلون برعايتهم أنتم حينما تصلحوا مسؤولين هم اللي قال فيهم سيدنا عمر قال عنهم لو تعثرت في بغلة في العراق يعني لو كانت في بغلة مشية في طريق من طرق العراق وقعت ربنا ما يحسن كان بسيئة نفسهم عن البغلة وإذا كنت عايزlav coined مسؤول يبقى تبقى مسؤول عن البغلة وأردتم السائلة في دروب هذه المسالك بعد أن علمتم عظم مسئوليات أردتم السائلة في دروب هذا المسلك بعد أن علمتم عظم مسئولياته التي ساوب فطلق عليكم وبعد أن تتزمتم معايير المساءلة العمرية المساءلة العمرية في حقوق البغلة تجاه الدولة ثم في مساءلتها الشخصية لنفس الإباء عن نفسه حاسبوا أنفسكم قبل أن تحسبوا ودنوا أعمالكم قبل أن تزنوا لكم وتزيانوا اليوم العرض فإن أردتم هذا فتبعوا المساءلة العمرية في البغلة وفي المسؤولية الشخصية وأنا معكم بإذن الله إن أردتم لعام بعضنا بعضنا هتحمل عظم هذه المسؤولية الجسد هذه كانت عجالة أتحدث بها معكم في داخل التساؤلات اللي بدور في أذنغة الشباب ليه 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 وحكم عن الناس قبل أن أقيم عليهم الحجة قبل أن أقوم الحجة لا تقام إلا بالدليل أنا بشكركم جميعا لحصن استماعكم لي وتصبركم علي فانزيل عجالة وأن طبعا تمتعت بالتحدث إليكم في الرسالة الصعبة بتاعت اليوم تكلمت عن 63 سؤال لابد أن نطرحوا أو أكتر أو أقل العايز يزود يزود العايز نقص نقص وهكذا يعني الأمر مش قرآن أو إنجيل أو طوراة قبل أن نزول من الأمر هي كلها اكتهادات من نحن علشان نوصل شيء للشباب والشباب لابد أن لا ييأس فنرجع بنتكلم هنا حرجع بس الأول نقطة اتكلمت فيها اللي هي سؤال ردده على ما سمع العديد من الشباب التائه والبحث عن الحقيقة ولا تتلوي إجابة منطقية واحدة من اختلاف مطالع الفكر لدى الشباب فحينما تتعدد المصارات الفكرية الفقهية تختلف رؤى مدعي العلم والمعرفة ارتفع عن عيق الإعلاميين المنافقين يحجب عن الفت أهل العلم والخبرة والمعرفة يسجن أو يعاقب أو يعذب أو ينفى أصحاب الرأي تجف محابر التأثير والاستنباط والاستنتاج الأران والأران وتضيع المرؤة والأخلاق ويدفن الحياة ويكفن الإباء وتغيب الكرامة نادجة إجابة عن هذا السؤال كيف نحكم على مسؤول وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته